اشتركوا في القناة الى التصعيد العسكري الحوثي المستمر على محافظات مارب وشبوة وتعز من خلال استهدافهم بالصواريخ الباليستية والطاهرات المسيرة وما تسبب ذلك من استشهاد وإصابة المآتي من المدنيين والنازحين بينهم نساء واطفال ناهيك عن الخسائر في الممتلكات العامة والخاصة استغبل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية محافظة محافظة الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر وخلال اللقاء طلع المحافظ او اطلع المحافظ فخامة الرئيس على جهود السلطة المحلية على تطبيع الاوضاع في المديريات المحررة في المحافظة وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتفعيل اجهزة ومكاتب مختلف مؤسسات الدولة وجهود المقاومة واستبسالها في مواقعات ميليشيا الحفظ الانقلابية وعدوانها الهمجي على المواطنين العزل في قراهم ومناطقهم ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة المواقعة برئاسة عدم برئاسة رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك الجدول التنفيذ لخطط التدخلات العاجلة للحكومة في المسارين العسكري والاقتصادي والمسؤوليات المناطع بالوزارات والجهات ذات العلاقة في اطار العمل التكامل والموحد وعرضت اللجنة المختصة بالاسناد والدهم العسكري والامني برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المهام الماثلة امامها في اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية حول تسخير كافة الامكانات لدعم الجيش الوطني وجعل المعركة الاولوية الاهم والعمل على رص الصفوف وتوحيد القوى في معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي اكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني تصعيد ميليشي الحوثي المدعومة من ايران عملياتها او عمليات تجنيد الاطفال في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها واوضح معمر الارياني ان ميليشي الحوثي تصعيد من عمليات تجنيد الاطفال والدفع بهم في هامات انتحارية على خطوط النار في جبهات الغتال جنوب وغرب محافظة مارب وصقوط الماءات منهم بشكل يومي بين قتل وجريح وعسير واشار الى ان ميليشي الحوثي تضاعف عمليات استدراج وتجنيد الاطفال دون سن الثامنة عشر لتعويض مخزونها من المقاتلين الذي اوشك على النفاذ قراء الخسائر البشرية التي تكبدتها منذ تصعيدها في جبهات محافظة مارب شارك وزير المياه والبيئة المهندس توفق الشرجبي في الفعالية المشتركة عالية المستوى حول التعليم والبيئة تحت شعار معا لمستقبل فاعل العمل المناخي في اغطاء التربية والتعليم والتي نظمتها رئاسة مؤتمر الامم المتحدة للتغيير المناخي كاب 26 المنعقدة في مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة وشددت الفعالية بمشاركة وزراء البيئة والتعليم في الدول المشاركة في فعاليات مؤتمر كاب 26 شددت على ضرورة الوصول الى صاف الانبعاثات يساوي صفر من قطاعات التربية والتعليم المختلفة تال موجز مشاهد الكرام نلقاكم على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر